اشتركوا في القناة وقال ان 92% منهم قد وصل الى رمالة ونزل في فنادقها وبعضهم راح عند البيوت الاصدقاء فيما يتعلق بحركة فتح اعضاء المؤتمر من قطاع غزة ايضا فاق العدد منهم فوق 80% وصلوا من غزة اليوم وصلوا اخر دفعة 5 منهم زميلنا فايز ابو عيطة اليوم وصل الى رمالة غزة العدد الاجمالي المفترض 380% وصل اكثر من 250 عضو من عضاء المؤتمر ما فيه الا اشكاليات تقنية يعني ما فيه قرار من الحكومة الاردنية او من الدولة الاردنية بمنع عضاء فتح من الوصول الى رمالة جاري البحث في هذا الموضوع لا يوجد يعني خلينا نقول لا يوجد معيقات حقيقية تمنع وصول اعضاء المؤتمر الى قاعة المؤتمر وكما قلت النصاب القانوني هو اهم شيء في هذا الموضوع النصاب القانوني قد توفر والحمد لله لكن المهم ان هناك كلمة للاخر رئيس ابو مازن بوصفه رئيس حركة فتح هذه الكلمة ستنطوي على قراءة نقدية لما تم خلال الفترة السابقة واستعراض مختلف ما تحقق في هذه الفترة من انجازات واذا كانت هناك اخفاقات سيشار اليها وهنا في الخطاب نفسه الخطاب السياسي الهام سيتحدث السيد الرئيس عن ما يجري بشأن الموضوع الفلسطيني في هذه الايام وسيقدم في الجزء الثالث من خطابه رؤية مستقبلية لما ينبغي ان نفعل في المرحلة المقبلة سيقدم رؤية اشراقية اذا صح التعبير كل فرد في داخل المؤتمر من حقه ان يطعم بأي فرد اخر يعني اذا انا عندي اعتراض على سين من الناس اقول انا معترض على فلان ويجري نقاش في هذا الموضوع ويحال الى اللجنة القانونية هنا اقول في ثلاث اسئلة اساسية مطروحة على مؤتمر فتح السابع السؤال السياسي وسؤال البرنامج البناء الوطني والسؤال المستقبل ان صح التعبير هناك تقرير للجنة المركزية سيطرح داخل المؤتمر يتعلق بكل هذه المسائل وهناك كما قلت وذكرت خطاب السيد الرئيس في الجلسة المسائية هو الخطاب الاكثر اهمية على الصعيد السياسي لانه سيستعرض كما قلت ما جرى خلال السنوات الخمسة الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر